عبد الله كل معروف صدقه فلا تحقرن من المعروف شيئا ما دمت تقدمه لوجه الله فالعمل بقدره عند الله لا بقدره في أعين عباد الله هذه أمة سوداء لا يؤبه لها خلد الله ذكرها بعد موتها وإنما تقاس الناس بأعمالها كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت لذلك وقتها واستفرغت طاقتها ماتت ليلة فجهزها بعض الصحابة ودفنوها ليلا افتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبروه بوفاتها ودفنها فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا من أمرها فقال دلوني على قبرها وصلى عليها ودعا لها وقال إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم اتفق عليه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل أو شسع النعل أو تفرغ من دلوك في إناء أخيك أو تؤنس وحشانا أو تدلتائها أو تبذل ابتسامة أو تشفع شفاعة حسنة أو تدفع هدية أو ترفع أذية أو تغرس غرسة فقد ثبت ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه أو ما أكل منه صدقة له وما سرق منه صدقة له وما أكل السبع صدقة له وما أكلت الطير منه صدقة له ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة لا تدري ما الحسنة التي ترحم بها وما تستطيع فعله اليوم قد تعجز عنه غدا فاهتبي للفرصة إن الفرصة إن لم تبادرها ستغدو غصة إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبا كل خافقة سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون وقدم فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم كل معروف صدقة ومن ظن بمعروف عددناه من الموتى وكانت راحة منه ومن سوفى ومن حتى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه قال سبحانه وبحمده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله